دكتور النهاردة سيد الرئيس وهو بيتكلم قال انه دايما بيتابع السوشيال ميديا وقال انه بيقرأ على السوشيال ميديا ناس بتقول كفاية أسفلت ورد سيد الرئيس رد احنا عايزين نناقش الموضوع الطرق والمحاور المستحدثة في كل مصر وفي الصعيد بشكل خاص وفي السهاج اللي كنا بنفتتح فيها النهاردة كيف تغير وستغير في حياة المصريين طيب النمو او التنمية بشكل اضاق ما اقدرش اعمالها بدون ما يبقى البنية الاساسية كلها مكتبل بمعنى انه لو عندي فيه شورتج او فيه نقص في القهربة ما اقدرش اعمل تنمية لو عندي عجز فيه البترول في البنزين في الغاز ما اقدرش اعمل تنمية لو عندي اختناقات في شبكة الترول ما اقدرش اعمل تنمية لو عندي مشكلة في الصرف الصحي ما اقدرش اعمل تنمية وبالتالي الدولة بتتحرك في كل ملفات لكن هو نقطة البداية في إيه إنه أنا لو البعض اللي بتحدث عن الاهتمام بقطاع الصناعة أو بقطاع الزراعة طب هو قطاع الصناعة أو الزراعة مش محتاج شبكة الطرق يعني هو العمالة بتنتقل على شبكة الطرق المواد الخام بتنتقل على شبكة الطرق السلع النهائية اللي بتصل للأسواق بتنتقل على شبكة الطرق وبالتالي مش بس إن أنا بوفد هذه الشبكة من الطرق لكن كمان تكاليف النقل لجزء مهم من تكاليف السلع ولما بيبقى فيه الطرق غير ممهدة وفيه اختناقات وبيكون فيه طول للفترة الزمنية اللي بتقضيها سواء كان السلع أو المادة الخامة كل ده بيبقى تحميلة على التكاليف بيغلي النقل فبيدفع السعر بتاع السلع بتاع البضائع بتاع المنتجات وبالتالي لما بحل الاختناقات الموجودة في شبكة الطرق ده المفترض انه بيقلل من تكاليف الانتاج وبالتالي السلع تصل بشكل افضل للأسواق ليه دكتور المواطن المصري مش قادر يعني ليه محدش بيقوله لحضرتك بتقوله له يا جماعة الطرق دي مش مسألة طرق احنا مش خرجين نتفسح عليها ده بتأثر في أكل عشكو وأكل ولادكو وشغلكو ليه؟ خلينا لا ننكر تغير الواقع اللي احنا بنعيش فيه انه السوشيال ميديا اصبحت تلعب دول مهم والسوشيال ميديا في اطار الدربشة مختلفة عن القنوات الاعلامية اللي مفترض بتوصل معلوم يعني اي قناة لما بتنطقي لما بتيجي تعمل فقرة وحضرتك بتنطقي السوشيال ميديا اي حد عايز يعمل اي حاجة عايز يقول اي حاجة فبيقولها ترجمة نانسي قنقر